اشتركوا في القناة يوم السبت القادم في العاصمة الغينية ملابو في مستهل سعي الملك نحو الأميرة الإفريقية بداية المشوار الإفريقي زهاب دور الـ 32 حالة النهاردة معنا فيها ضيوف مهمين جدا ضيوف جمهور النادي الأهلي بيحب يوض ويسمع لهم ودايما التعليق الرياضي من أهم العناصر داخل المنظومة الرياضية أو تحديدا داخل المنظومة الإعلامية التعليق الرياضي خلال الفترات الأخيرة جمهور النادي الأهلي أو جماهير كرة القدم المصرية في شكل عام بقت بتهتم جدا بعدق التفاصيل جوه المباراة المباراة مش 90 ديئة بس لا أيضا كمان المعلق الرياضي من ضمن الأساسيات في مباراة توقرة القدم اللي بيشرح وبيتناول وبيعلق على كل أحداث مباراة توقرة القدم لذلك في الفقرة الحوارية الأولى النهاردة بينورنا وبيشرفنا نجم كبير في التعليق الرياضي التعليق الرياضي في ناس كتيرة ممكن تشتغل في هذا المجال لكن كونك تكون نجم في هذا المجال أو في هذا المجال بتبقى صعبة وصعبة جدا نهاردة بيشرحنا وبينورنا في الفقرة الحوارية الأولى ولبتشرف النهاردة بالحوار معه الكابتن محمد الكوانين المعلق الرياضي المصري وصاحب التعليقات المميزة خلال الأون الأخيرة والسنوات الأخيرة مع كل الأندية المصرية وبالأخص مع النادي الأهلي في البطولات الإفريقية unique فقرة الحوارية السنية والأخيرة نهاردة زميل العزيز زوامر ربيع يسين أستكمل معك وباقي فقرات الأهلي الليلة ويكون فيه ضيافتو الكابتن محمد دعامر نجمى النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي السابق وصاحب التاريخ الطويل في التدريب مع العديد من الاندية المصرية في البداية ونحن نتكلم عن المرحلة القادمة يمكن خلاص زي ما قلتلك العديد التنازلي لمباراة تكانو سبورت الغيني البعثة بإذن الله خلال ساعات أو تحديدا الثانية من فجر الغد إن شاء الله هتكون موجودة في مطار القاهرة لاستقلال الطائرة المتوجهة إلى العاصمة الأسيوبية أديسة بابا لمدة رحلة حوالي خمس ساعات ثم ترانزيت في أديسة بابا لمدة ساعتين والسفر من أسيوبيا إلى غينيا الاستوئية مباشرة في رحلة قد تستارك حوالي ست ساعات أخرى للوصول إلى غينيا الاستوئية وأخذ هذه المباراة إن شاء الله يوم السبت القادم لكن قبل الدخول في تفاصيل مباراة الأهلي والاستعدادات للمرحلة القادمة معنا خبر مهم جدا الخبر في أهميته ليس فقط في حصول النادي الأهلي على أحق من حقوقه في طبعا إصابة أحد لاعبين اللي كان بيشارك مع منتخب مصر منذ سنتين في أمم إفريقيا اللي أقيمت في الجابون لكن الفكرة في حد ذاتها في الحصول على الحقوق تبقى لللوايح المنظمة لكرة القدم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم النادي الأهلي منذ أيام قليلة أو منذ فترة قليلة لما قدر أنه ياخد أول شهادة للحصول على رخصة الأندية المحترفة واعتماده رسميا من قبل الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي لكرة القدم باكاف كأول نادي بيحصل على رخصة الأندية المحترفة مش شهادة مؤقتة لا شهادة رسمية واعتماد رسمي إن النادي الأهلي صاحب أول رخصة لنادي محترف في مصر وبالتالي مشاركته في البطلات الإفريقية خلال الفترة القادمة يشارك طبقا للمعايير والحد الأدنى اللي وضعوا حتى الاتحاد الإفريقي لكن الأهلي إن شاء الله بإذن الله من خلال هذه الرخصة لأتخطى الحد الأدنى وقدر ينفذ الرخصة بشكل جيد جدا في إطار نفس الأمر وهو متعلق باللوايح والترخيص إدر النادي الأهلي بعد أكتر من حوالي سنة ونص سنتين بعد مخاطبات وتفاصيل وخطابات ما بين النادي الأهلي من خلال الاتحاد المصري مع الاتحاد الدولي إدر إنه يحصل لأحد حقوقه طبقا طبعا للوايح الاتحاد الدولي عندما يصيب أو يصاب لاعب بيلعف مع منتخب بلده يقدر النادي اللي هو متعاقد معه ياخد كافة حقوق هذا اللاعب نتيجة إصابته مع منتخب بلده النهاردة إدارة النادي الأهلي تلقت خطاب أو اختار من الاتحاد الدولي لقراط القدم فيفا بإداع وتحويل مبلغ 148 ألف دولار في حساب النادي الأهلي هذا المبلغ هو ما يعادل راتب مروان محسن مهاجم الفريق عن فترة غيابه عن الملاعب تقريبا بسبب إصابة الروباط السليبي اللي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصري في أمم إفريقيا عام 2017 تيلة فترة الإصابة الاتحاد الدولي بيتحمل تكاليف أو رواتب اللاعبين اللي بتعرضوا لإصابات أثناء المشاركة مع منتخبات بلدهم الفكرة أن أنت كنادي أهلي عارف الحقوق لليك إيه وعارف الواجبات اللي عليك إيه فلما تبع عارف الحقوق لليك تعرف إزاي تاخد حقك وتعرف إزاي تمشي في الأطر المشروعة في هذا الموضوع عشان تعرف أن أنت لعيب عندك تعرض لإصابة لمدة سنة أو مدة تسع شهور في موضوع الروباط الصليبي هذه الفترة بالتأكيد بيخضع العملية جراحية برنامج تأهيلي أنت بتتحمل كنادي بالتأكيد الراتب الشهري بتاعه لأنه تعرض لإصابة لكن عشان بيلعب مع منتخب بلده يقدر الاتحاد الدولي يعودك عن هذه الفترة زي ما كان مثلا لو عندك لعيب يلعب في كأس العالم الاتحاد المصري أو تحديدا النادي صاحب الحق في اللاعب ليه نسبة قانونية أنه يقدر ياخدها لما اللاعب ده يشارك مع منتخب بلده في كأس العالم هو إطار قانوني الاتحاد الدولي وضعه ومن خلال اللوايح داخل النادي الأهلي الناس بتشتغل بشكل جيد جدا في هذا الملف قدر النادي الأهلي من خلال الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة فور توليه المسئولية طلب من إدارة القطاع حصر كل هذه الملفات الخاصة بالقطاع خلال الفترة القادمة والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الحفاظ على حقوق النادي أمام كافة الجهاد في هذا السياق الكابتن محمود الخطيب من طلب من حنان الزيني مديرة اللوايح والترخيص بالنادي متابعة ملف حقوق النادي الأهلي المالية المترتبة على إصابة مراوان محصن مع المنتخب الوطني في ضوء لوايح الاتحاد الدولي لقرة القضب قدمت الزيني لرئيس النادي النصوص اللائحية الكافية في لوائح فيفا والتي تؤكد على أن الاتحاد الدولي لقرة القضب يتحمل قيمة رواتب اللاعبين حال تعرضهم لإصابات مؤسرة في البطوات القرية وفقا لفترة غياب كل لعب والضرر الواقع عليه سواء ماديا أو فنيا وعليه قامت حنان الزيني التي تبزل جهودا كبيرة في ملف اللوايح والترخيص بالنادي بما يواكب الأندية المحترفة على مستوى العالم باعتماد الملف من رئيس النادي من اتحاد كرة القضم وتقديمه للاتحاد الدولي فيفا الملف تضمن تقرير المركز الطبي في ألمانيا والذي أكد على إصابة مروان محسن وتشخيص الإصابة وتحديد فترة غياب اللاعب كذلك الضرر الفني والمالي الذي وقع على النادي الأهلي من جراء هذه الإصابة وإنت بتقدم الملف الاتحاد الدولي لازم ملفك يكون موجود فيه العديد من المستندات عشان تقدر تأكد للاتحاد الدولي الضرر اللي وقع عليك أو الإصابة المؤسرة اللي اتعرض لها اللاعب وبالتالي أثرت فنيا أو حتى مديا على النادي بعد فترة من المدولات ومتابعة الملف وتأكد من سلام التموقف الأهلي وأحاقيته قرر فيفا إرسال المبلغ المشار إليه في حساب النادي الأهلي والذي يعد ركزوا أو في الجملة دي والذي يعد أو النادي مصري يقوم بتفعيل هذا البند في لواحي الاتحاد الدولي لقرة القضب أحيانا أو كثيرا ما تعرض لعبين لإصابات مع منتخبات بلدهم سواء في مصر أو خارج مصر لكن احنا هنا الكيس أو القضية دي تحديدا جوا مصر أحيانا كثيرا لعبين كثيرين بيتعرضوا لإصابات مع منتخبات بلدهم أو مع منتخب مصر الآن دي تتحمل قيمة الرواتب والعلاج والإصابة بتبقى لها ضرر مدي وفني وبتاخد فترة طويلة ممكن ما بين أكيلس أو مثلا روباط صليبي لقدر الله فكرة أن أنت تعرف حقوقك أو الاتحاد الدولي في شروطه أو حقوقه اللي أنت كنادي لك تقدر تاخد تعويض على مشاركة اللاعب وإصابته أو أول المرد كلها مسألة مستهلة مسألة عايزة ناس تكون درسة وقارية كويس وعارفة إيه الواجبات اللي عليها وإيه الحوال اللي ليها في هذا الملف يعتبر النادي الأهلي هو أول نادي مصري بيطبق هذا البند والمعايير اللي حطاه الاتحاد الدولي في هذا الملف زي ما النادي الأهلي أيضا كان سليسب أنه هو يحصل على شهادة رسمية شهادة رسمية موقعة من اتحاد قرة القدم واعتماد رسمي من الاتحاد الإفريقي لقرة القدم النادي الأهلي كأول نادي مصري يحصل على شهادة رخصة الأندية المحترفة اللي بتسهله كل الإجراءات اللي يشارك فيها البطولات الإفريقية أو ليه ما لا البطولات الدولية اللي بتنظم حتى مع الاتحاد الدولي فيفا كان في السابق على فكرة عشان برضا فكروا كل كان بيحصل أبدا كده الاتحاد المحلي كان بيتحمل تكاليف إصابة اللاعب دون النظر راتبه يعني معنا صح مراوة محسن تعرض إلى إصابة في الروباط الصليبي الإصابة في الروباط الصليبي مثلا تكاليف العملية بالبرنامج التأهيلي مثلا سي رقم معين المعاتات في هذا الأمر كان للاتحاد المحلي أو الاتحاد المصري يدفع للنادي الأهلي أو يدفع لللاعب تكاليف العملية بيئة الكامل لكن بخلاف تكاليف العملية كمان لا فيه راتب فيه مستحقات مالية لللاعب النادي بتحملها في السابق ما كانش الاتحاد المحلي بتحمل ده الاتحاد الدولي عشان ينظم العملية ما بين اللاعب المحترفين اللي اتلعب في الأندية مع الاتحادات أو مع المنتخبات الوطنية عمل علاقة تعقضية أو علاقة في بنوط حددها الحقوق اللي للنادي الواجبات اللي على النادي الحقوق اللي صالح المنتخب والواجبات اللي على المنتخب عشان تنظيم هذه العملية لان خلاص أصبحت القرى صناعة أصبحت القرى خلاص في عصر الاحتراف فيها قصة مختلفة تماما عن الفترة اللي كانت سابقة تلعب في بطولة دولية النادي للحق انه ياخد نسبة من مشاركة اللاعب ورقم معين على مشاركة اللاعب مع منتخب بلده في كأس العالم للأسف ده مش مطبق في بطولات الأم الأفريقية لكن بالنسبة للاتحاد الدولي فيفا لا بيطبق ده على مستوى بطولات العالم وده حاجة مميزة أنا عندي لعيب بتحمل قيمة راتب بجهزه على مستوى فن عالي المنتخب بيستفيد به ليه الحق ان اخد نسبة معينة من مشاركة هذا اللاعب مع منتخب بلده نفس الأمر فيه موضوع الإصابة وشرحتها لكم باستفادة أثناء الحديث أو أثناء قراءة هذا الخبر لكن تسكرة للتاريخ يوم 10 ستمبر 2019 النادي الأهلي هو أول نادي مصري يطبق قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم في الحصول على حقوق اللاعبين عندما يصاب أي لاعب فيه مباراة دولية مع منتخب بلده دي كانت جزئة مهمة جدا في بداية الحديث في استعدادات النادي الأهلي والجديد في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة